اشتركوا في القناة الملك المفدى بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور وتقدم بعد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية التهنيئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني للدولة الشقيقة ضمنها سموه خالص تهني وأطيب أمنياته لسمو أمير دولة الكويت بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكويتي الشقيق دوام رقي والتقدم مؤكدا سموه في برقيته على متانة العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور وازدهار في كافة المجالات كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برقيته تهنيئة إلى كل من أخيه سمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح ولي العهد وأخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مهنيئا سموه فيهما بهذه المناسبة الوطنية بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيته تهنيئة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عبر سموه فيها عن صدق تهني بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني للدولة الشقيقة وتمنيا سمو ولي العهد لسمو أمير دولة الكويت دوام الصحة والسعادة وللشعب الكويتي الشقيق كل التقدم والتطور منوها سموه بما تشهده العلاقات البحرينية الكويتية من تقدم وازدهار على كافة المستويات كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيتين تهنياء إلى كل من سمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح ولي العهد وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مهني أن سموه فيهما بهذه المناسبة الوطنية